موسيقى سيموني سأتحدث معك عن التحكيم الموسم المقبل سيكون جديد من التحكيم المغربي كانوا حكام وصلوا إلى المرحلة التقاعد جديد من التحكيم المغربي كيف ترى المستوى الحكام أو التحكيم المغربي الموسم الماضي أولا الجسم تحكيم الموسم المقبل نعم فالجميع تابع السنة الماضية لعرفات ما نقولوش مكان ما كانش حالات في آخرة الموسم اللي كانت حالات مؤثرة أو حالات شدة سالة الموسم الحمد لله على ما يرام بستناء بعض الحالات التي كانت فيها الجدل وكان فيها الخلافة فتابعنا الكأس العرش وشنا الحكام أو السيبرايم وكتب معنا في البلاطو شنا اسماء جديدة ووجوه جديدة رغم نقاش عن السنة والصغيرة والكبيرة مهم وجوه جديدة فكان هناك تدارب وطنية على مختلف مراحل كانت المرحلة الأولى كانت المرحلة الثانية المرحلة الأولى كانوا في الحكام الدوليين والحكام النخبة ألف بسبب الحكام السيبرايم الموسم كانوا برنامج إعدادي كانوا في السنة في الأسبوع بمركز محمد السادس تدخل مجموعة كما هو نظري كما هو تستبيقي وكان يتسبي تنعرف بأنه تصير حتى هو جديد كنت تبقى في السنة لا كانوا في غير الإزار هذا تبقى في غير الحكم هذه الحكمات التي كنت تبقى فيها لا كانت مطالب الخطور قلتك سيموير تتكلمنا على الدورة التكوينية للحكمات والتي قمت بالإشراف عنها مع حكم سابقين ما رأيش منها ما تذكرتش من هذا يكون شيء سنة فالستاج أعرف تدبير جيد من طرف السيد المدير الجديد سيردوان الجيد والطاقم الذي يشغلوا معه وفي الطرف الآخر هناك اللجنة المركزية التي يشرف عليها السيء بشحيب الحرش الأصداء كانت أصداء جيدة فالحكام كانوا كم تنقولوا فرحانين لأنهم أخذوا الجديد تتكوين تنعرفوا بأن ردوان جيدة لتقاعد قاع هذا كل الباقاج حاول الوليدات لأنه كان يحضر فلستاج الالتحاد الدولي والالتحاد الأفريقي من الحكام المصنفين في تصنيف الأول الأفريقيين وقعوا بعض المصنفين في المصنفين لأنه لم يكن محدود فيهم ولكن الخير فيما اختاره الله كان من أمن بالقدر الله إذن لحدود السعافة الأمور الحمد لله تبشروا بخير سالة الوستاج ارتاحوا قليلا ويستعدوا على خطرهم للبطولة الاحترافية إن شاء الله ستكون من طاقة المرحلة الأولى كانت بين 15 يوليوز و 19 يوليوز المرحلة الثانية كانت بين 20 يوليوز و 24 يوليوز والمرحلة الثالية كانت بين 20 يوليوز و 29 يوليوز فعلى سبيل المثال لمشينا لأحد المرحلة الأولى فمن شوية دكالة كان البوجيدي سائد وهذا من الأسماء التي ربحناها السنة الماضية كيف أقول الأسماء الجديدة لأن الأسماء اللي أقول لك أسماء الجديدة لأن فيهم صغير لا فيهم صغير فيهم الى شوية تأخروا على أخذوا حقهم من الحكام لأن الحكام تأخروا في صعود وهذا موضوع آخر دابا فاش لا لمشينا لهذا الموضوع هذا موضوع قولي يا كيف تأخروا لله كل يوم يتأخر كان فيهم ليس يكون في النخبة بوجيدي سعيد الفوج الآخر كان في الدكير الداد بني ملال خنفرة بوسليم ياسين الفارق حمزة هو اسم جديد اسمه الجملاوي محمد هذا اسم جديد كتشفناه في كاس أفريقيا وفي القاس الموطني الثاني وبعض المقابلات في أعلى المستوى فاسم كناس كان الوليد الأستاذ عاطفي سليمان ووليد عبر الرجا والعين الإماراتي تعرف علي الجمهور نعم هو من الشباب وفي هذه العصبة كان بصري جمال وكان في ستاج آخر وبوشرة كربوب كانت في الألعاب الأولمبية التي دخلت من باريس سوس ماسا كان الضردور هذا هو من الوجوه التي ربحناه في البطولة الاحترافية من الوجوه الجديدة وكان الويدري محمد كان في مجموعة أخرى نعم عبد مطالب أقول لك صيفة لي الصورة وقال لي صيفة السيمونير أرجع لأخي عبد مطالب أرجع لأخي تانجاتي طوال حسيمة تانجاتي طوال حسيمة زرزاي محمد كان في مجموعة أخرى أما في المجموعة الأولى كانت ممتلة بالنقشة محمد كمساعد الرباط سال القونتيرا الرخيص الذي اخذها واحد جريبة محترمة بالقسم احترافي الأول الدولي سامير القزاز الشرق الدولي تمساماني هشام المقابلة الدولية الأولى في الدور التمهيدي إن شاء الله وهو حمز الفارق الذي تتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وكان تريكي يوسف من الوجوه التي ربحنا في السنوات الأخيرة أما العيون السقية الحمراء كان السعدي الحنفي هو الذي يدخلوا التوليتي في المرحلة الأولى من ركش أسافي كان المتمنى طريق هذه المتمنى طريق واحدة المجموعة بوحدها التي تعطيتها تجريبة متمنى طريق زرزاي واحدة المجموعة الشباب وكان يتبع المكانة وشد في المكانة وفي القسم المحترفي الأول وكان يتعطيها تجريبة أخرى كان السور دي محسين للمقابلة القمة نصف نهايي من أسل عرش بين الرجاء ومريدة وجدة وكانت مقابلة هيتشكوكية السور دي محسين من مراكوش وكان برقية نبيل في مجموعتين أخرى والبارو محمد في مجموعتين أخرى الدار البيضاء الكبر قادم زهير لعب الدورة الأخيرة التي كانت تفعل نظر البركانية وأبان على مستوى جيد الدولي كشاف مصطفى الدولي صبري كريم والحكم الزيل العلم المنصيف الذي تبت ماتش بعد ماتش تبت الكافة ديالو وجالد جيد لم يكن حضر لأنه كان في ستاج خارج أرض الوطن وحضر في دوراتين أخرى درعتها في ليلت أول مرة درعتها في ليلت تكون في الستاج جيل برمير غروبة درعتها في ليلت كان شاب يجتهد ناشيط النوفل بعد اعتزال جيد رضوان نحيح محمد بلوت محمد الهاروي يوسف والسنة المقبلة اعتزال داكير الداد سامير القزاز سبري كريم العلام محمد بدروري هناك الشهاد والبحث عن المستقبل من طرف من سوف يقود المقابلات فمزيد من الشهاد مزيد من العمل وخاص الفرق فالشبال لها وجه جديد إن شاء الله فالشبال لها وجه جديد سوف يدخل الفيسير ويقود مقابلة فما على المسيرين واللاعيبي إلا يأخذوا بليد هذه الحكام باش يقدموا لهم المساعدة كم تنشجعوا اللاعبين الشباب باش يبدوا في الدورة الأولى الدورة الجوج دورة ثلاثة فبالأكيد الدورات الأولى غاديكون اقحام وجوه جديدة باش تسعى نسبة البطولة إن شاء الله إن شاء الله